اتهمات تلحق إسرائيل بانتهاكها القانون الدولي في غزة ولبنان اتهمات دفعت بالكثير من الدول لتقديم طلبات لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتقدمت أكثر من خمسين دولة بطلب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قطوات فورية لوقف بايع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل والحيلولة دون استخدام تلك الأسلحة التي ستستخدم في غزة ضد المدنيين وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة وللأمين العام عنطونيو جوتارش تتهم الدول إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وباقي الشرق الأوسط وحذرت الدول التي وجهت الرسالة من أن الحصيل المذهل للضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء تأتي جراء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل القوى المحتلة وذلك على مدار أكثر من عام وهي أعداد لا يمكن تحملها وغير مقبولة ودعت الدول لضرورة تصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة كما دعت مجلس الأمن إلى أعلان وقف إطلاق نار نأفوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل ورغم المطالبات الدولية أعلنت إسرائيل أنها ستواصل حربها في المنطقة فيما يعد إمعانا واضحا من تل أبيب في تحديها لكل القوانين الدولية والإنسانية تأتي تلك الدعوات في وقت ساد فيه إحباط بسبب عدم التواصل لاتفاق لوقف الحرب وفي ظل مخاوف من أن يؤدي المزيد من الدعم العسكري لإسرائيل للمزيد من الحروب في الإقليم